موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة نبدوها من شبكة شام الإخبارية التي نشرت مقالة لزين مصطفى بعنوان نعم المصطومة محررة بأمر من الله حيث يشير الكاتب إلى تحرير المصطومة فيقول نعم المصطومة محررة لما لا نصدق لا نستوعب الحقيقة الأسطورة أكبر من أن لا تكسر وتصبح رمادا تحت أقدام ثوار القصة أعقد من أن ننتهي وتنتهي في مخيلتنا بهذه السهولة المصطومة التي يتجلى فيه كل من نظام الأسد وحزب البعث المصطومة مصدر الموت لإدلب طوال أربع سنوات المصطومة مصدر مفسدة للأجيال طوال أعوام المصطومة نبع البعث عبر طلائعه المصطومة هي الحصن الذي تكسرت على أبوابه عشرات المحاولات وفي محيطه استشهد أنقى الناس المصطومة بعد عسر أربع سنوات بات يسير وفي متناول يد الثوار منذ بداية التحرير في وادي الضيف كانت العين عليه وانطلق الفتح وقنص إدلب والنظر مشدودا إليه انتزعت جسر الشغور وهو في المرمى دفن جبل الأربعين ومن بين غباره يظهر كوحش جاثم على صدور الجميع المصطومة مركز إعادة التجميع المصطومة مركز المساندة لنشر الموت المصطومة مقر العمليات لإبادة الشعب المصطومة مكان أول مجزرة وأكثر المجازر التي اقترفت بحق إدلب بريفها ومدنها بشيبها وشبابها وحرائرها وأطفالها المصطومة المقر الأخير ومركز الثقل الكامل وفيها المعركة لا تعرف التراجع وهنا وضع نظام أعوانه كل قوتهم وركزوا كل قدرتها وكل ذلك لم يؤتي بشيء فالأمر قد حسم ووعد الله نافذ المصطومة انتهت انتهت وأنهت أسطورتك أمام أسطورة جيش الفتح الذي أقسم رجالاته أن لا يهدو إلا وأنف الأسد وكل من ولاه وكل من خذلنا ممردغ بالتراب المصطومة حررت بسواعد الأنقياء بأمر إلهي وكيف لا والله ناصر الحق صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالا لغازي دحمان تحت عنوان حزب الله يؤسس لتقسيم سوريا رأى فيه أن ناصر الله يؤسس نوات دولة له مستغلا بذلك حقيقة أن الحدود بين سوريا ولبنان غير مرسمة أو واضحة وفيها تداخلات كبيرة وهو بذلك يستطيع إسكات الأصوات اللبنانية المعارضة له بخاصة إذا داع أنه يستعيد أرضا لبنانية ويمنع تهديدا مستقبليا محتملا في حال سقوط الدولة السورية موضحا أن حزب الله بذلك يضمن تطويق لبنان جغرافيا من كل الحدود البرية وينصب نفسه القوى المقررة لمصير اللبنانيين ولفت الكاتب لأن الهدف الآخر للحزب هو جعل نفسه القوى المسيطرة على الدول السورية المقبلة عقب سقوط الأسد وذلك من خلال سيطرته على المرتفعات الاستراتيجية على طول القوس المبتد من جبل الشيخ في الجنوب حتى مرتفعات حمص في الغرب مرورا بمرتفعات القلمون التي تحاصر دمشق وغوطتيها الشرقية والغربية وبالتالي وضع أي قوة من الممكن أن تظهر في هذا الحيز تحت سيطرته النارية وضمن بقائها ضعيفة ومحاصرة ولحظ الكاتب أن حزب الله لا يتعاطى مع معركة القلمون بدرجة التوتر نفسها التي كان يتعاطى بها في السابق مع عملياته داخل سوريا وعلى رغم الخسائر الأولية الكبيرة فإن الحزب لا يجر إلى ردود فعل موازية منوها إلى أن الحزب يفكر هذه المرة استراتيجيا وبرؤية بعيدة المدى وبسبب قناعته أن حجم الهدف وضخامته يستحقان التضحية والتروي وبين الكاتب أن هذه الاستراتيجية تتسق مع توجهات إيران الحالية التي باتت تركز فقط على جزء من سوريا وتحديدا المنطقة الممتدة من الساحل إلى حمص في الدمشق مع بقاء طريق العراق مفتوحا كما تتسق مع استراتيجية إسرائيلية بدأت تطالب في شكل واضح بتقسيم سوريا ونطالع في صحيفة النهار اللبنانية مقالة لعبد الوهاب بدرخان بعنوان نصر الله وعون إذ يتجاهلني قضية تسمحه أشار فيه إلى أنه كان يمكن الأمين العام لحزب الله أن يضيف ثلاث عبارات إلى ما قاله عن معركة القلامون لا ليكون مقنعا بل ليكون واقعيا موضحا أن العبارة الأولى نحن من استدرج القتل والإرهابيين إلى القلبون لذلك كان علينا تصحيح الخطأ الذي ارتكبناه وثانية نحن حاولنا بل الححن لإقحام الجيش اللبناني لكنه امتثل لدولته التي ترفض طورط خارج الحدود والعبارة الثالثة يضيف الكاتب نحن ننتمي إلى دولة أخرى وذهبنا إلى القتال في سوريا بأوامر من إيران شاء اللبنانيون أم أبوا وأبرز الكاتب أن نصر الله تمثلا بالعماد ميشيل عون تجاهل الحكم المسخرة في قضية ميشيل اسمحة لافتا إلى أن العقل الذي برر مشاركة نظام السوري في قتل شعبه هو نفسه العقل الذي يتضامن مع رفيق مناضل كان يدبر لمجازر طائفية وبعد أن نوها إلى أن نصر الله قد ظن أنه يحرج خصومه حين يكرر السؤال هل المسلحون في القلمون ثوار أم إرهابيون قال الكاتب إنه لو أن نصر الله وبشار الأسد ومرجعيتهما الإيرانية تواضعوا مرة واعترفوا بوجود ثوار في سوريا لبدى سؤاله مشروعا مبينا أن حزب الله يقاتل في القلمون لهدفين تخفيف الضغط الذي يتعرض نظام الأسد في دمشق وإبعاد الخطر عن مواقع للحزب كان يجب أن تكون في عهدة الجيش اللبناني وإذا هجمت وهي في يد الجيش يما في عرسال وجرودها فلن يجد أي لبناني حرجا في استعداء المهاجمين بلا أي تمييز صحيفة الرأي الأردنية نشرت مقالا تحت عنوان النظام السوري يتهم الأردن أشار فيه صفوة حددين إلى أن النظام السوري اعتاد أن يجيش مسؤولية في السابق لاتهام الأردن بإيواء الجماعات الإرهابية كلما ضاقها عليه الخناق وها هو اليوم يتره كل عناصر الأزمة السياسية والعسكرية والدولية التي تتنازعه ليحول الأنظار اتجاه الحدود مع الأردن وبعد أن لفت إلى أن الشكاوى الدولية تحتاج تبصر وتيقن من الحقائق ولا أسهل من تستخدم بضع ورائقات لصياغة شكوى ترفع إلى مجلس الأمن الدولي تكيل اتهامات لا تستند إلى وقع وأكد الكاتب أن مشكلة الأردن ليست أن الرقة وإدلب خرجتا من سيطرة النظام السوري أو أن المنافذ الحدودية تولتها الجماعات الإرهابية مشددا على أنه إذا كان لابد للنظام في دمشق أن يوجه تهما فليوجهها لنفسه وقد قاد سوريا إلى مرحلة ضاع فيها الحل السياسي في أفق التعنط وباتت فيها بلاده قاب قوسين أو أدنى من التقسيم أو خسارة وحدتها الأردن أول من تلطى بنار الإرهاب وهو اليوم يدفع ثمن عدم قدرة أنظمة الجوار على صون أراضيها ونوه الكاتب لأن نظام دمشق يحتاج إلى القراءة في دفاتر أزمته التي تتفاقم يوما بعد يوم يتوصل إلى حقيقة توغل الإرهاب في أرضه والتي لا تتوارى إطلاقا خلف محاولات النظام إشغال العالم عن أزمته الحقيقية ورأى أن الأولى بالنظام السوري أن يتطعظ ورأى أن الأولى بالنظام السوري أن يتطعظ قبل فوات الأوان وضيع ما تبقى فيتطرق فيطرق أبواب الحل السياسي الحقيقي سريعا كي يحقن دماء شعبه ويجنب سوريا خطر الانقسام المحتق موقع تايم ترك نشر تحت عنوان هل سيلجأ مرسي إلى تركيا حيث تورد الصحيفة أن تركيا التي استضافت في السابق العديد من القيادات المعارضة تستعد اليوم لتسجيل موقف تاريخي آخر لها على نفس المنوال من خلال المشاورات التي بدأتها أنقرة مع القاهرة بالتعاون مع كل من قطر والسعودية لاستضافة الرئيس المصري المنقلب عليه محمد مرسي بعد قرار الإعدام الذي صدر بحقه قبل أربعة أيام الجدير بالذكر أن الانقلابي عبد الفتاح السيسي لم يرفض هذه الفكرة خوفا من عصيان شعبي ضده وضد أعوانه وإن المباحثات جارية في هذا الصدد وأفادت المصادر بأن اجتماعا أعقب توقيع قرار المحكمة المصرية بالإعدام بحق مرسي وعدد آخر معه ضم السيسي ورئيس وزرائه مع وزير الدفاع الذي ذكر أن أفضل قرار في هذا الشأن هو ترحيل مرسي من البلاد بأسرع وقت يذكر أن الرئيس أردغان كان قد انتقد وبشدة القرار المصري هذا واصفا إياه بالقرار الجائر وفي وكالة أنباء الأناضول نقرأ أيضا مقالا بعنوان ازدواجية معايير الغرب أحكام الإعدام في مصر نموذجا حيث لم تتجاوز ردات فعل الدول الغربية إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أول رئيس مصري منتخب هو الدكتور محمد مرسي وأكثر من مئة من قيادات الإخوان المسلمين في مصر سوى انتقادات خجولة لم ترقى إلى مستوى الفعل بل تواصل تلك الدول علاقاتها مع حكومة الانقلاب في مصر وسبق أن أظهرت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نفاقها بشكل جلي من خلال ردة الفعل الباهتة في تعاطيها مع الانقلاب العسكري في مصر التي شهدت عقب ذلك عمليات قتل ضد الألاف ممن خرجوا إلى الشوارع لمعارضة الانقلاب وتم اعتقال ومحاكمة المئات من قيادات الإخوان المسلمين في محاكم حكومة الانقلاب وإصدار أحكام الإعدام بحقهم وكان من المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي ترى في نفسها مركزا لحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات أن تظهر ردة فعل غاضبة وفرض عقوبات صارمة على الحكومة المصرية الغرب من جانبه تجنب وصف ما حدث في مصر بانقلاب عسكري ورغم إعلان الإدارة الأمريكية تعليق علاقاتها مع حكومة الانقلاب إلا أنها فعليا أبقت على أوجه العلاقات كافة ورغم أنها أعلنت تعليق تسليم المنظومات العسكرية والمساعدات المالية إلى الحكومة المصرية إلا أنها لم تدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي انتقدت فيه البلايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أحكام الإعدام في مصر كمسألة مبدئية بينما قالت المتحدثة باسمها كاثرين راي إن علاقات الاتحاد الأوروبي القوية والثابتة ستتواصل مع الحكومة المصرية بينما اكتفت الإدارة الأمريكية بالإعراب عن قلقها العميق إزاء أحكام الإعدام وعلى ضرورة معاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون صحيفة ديلي تيليغراف نشرت تقريرا بعنوان الرجل الذي أرشد واشنطن إلى قتل بلادن لاجئ في بريطانيا منذ خمسة وثلاثين عاما وتقول ديلي تيليغراف إن الضابط السابق في الجيش الباكستاني عثمان خالد هو الذي يعتقد أنه زود المخابرات الأمريكية بالمعلومات التي أدت إلى مقتل بلادن عام 2011 وقد منح خالد اللجوء السياسي في بريطانيا منذ خمسة وثلاثين عاما وكان يعيش في لندن وتوفي العام الماضي عن عمر يناهز تسعة وسبعين عاما ولكن عائلة الضابط الباكستاني السابق تنفي ضلوعه بمقتل أسامة بن لادن وعلاقته بالمخابرات الأمريكية حسب ديلي تيليغراف التي اعتمدت في تقريرها على ما كتبه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الذي يكذب رواية واشنطن بشأن مقتل بن لادن ويقول هيرش أن بن لادن كان معتقلا لدى المخابرات الباكستانية عكس ما يدعيها البيت الأبيض أن المخابرات الأمريكية جمعت المعلومات وتوصلت إلى مكان اختباء بن لادن في باكستان ثم أغارت عليه وقتلته ويؤكد هيرش حسب ديلي تيليغراف أن مخبرا باكستانيا أمد المخابرات الأمريكية بالمعلومات مقابل مكافأة بقيمة 25 مليون دولار والحصول على الجنسية الأمريكية وتضيف الصحيفة أن البيت الأبيض وأصف ما كتبه هيرش عن مخبر باكستاني سعد في قتل بن لادن بأنه معلومات غير دقيقة جريدة حبر نشرت مقالا لنور العلي بعنوان الطلاق العاطفي حيث يرى الكاتب أن البعض يعتقد أن العلاقات بين الزوجين أمر فطري يمكنه ممارسته دون جهد بل هو بالأمر السهل ولا يدركون أنها فن يحتاج إلى تعلم الوسائل الصحيحة وممارستها بحذر لضمان نجاح العلاقة الزوجية ولو كان الأمر بهذه الصورة لما رأينا بيتا يعيش حياة آمنة مطمئنة وآخر يغرق بمشاكل تكاد لا تنتهي عندما يغيب الحب والتفاهم والانسجام والاهتمام المتبادل وثيقة والرغبة الحقيقية في البقاء معا تدخل الحياة الزوجية في حالة موت سريري يختفي فيها الشعور بالأمان الذي يمثل الركيز الأساسية لنجاحها واستمرارها ويسكن الصمت في كل زوايا الحديث الذي كان عامرا ذات يوم بينهما وهذا ما يطلق عليه اسم الطلاق العاطفي هو حالة تعتار العلاقة الزوجية يشعر فيها الزوج والزوجة بخواء المشاعر بينهما وينعكس ذلك على جميع التفاعلات داخل الأسرة وهو مضاد لتوافق الزواجي والذي يعني أن كل من الزواجي والزوجي والزوجة يجد في العلاقة الزوجية ما يشبع حاجته الجسمية والعاطفية والاجتماعية مما ينتج عنه حالة الرضا الزواجي لقد انتشرت هذه الظاهرة في مجتمعنا كثيرا ولعل أسبابها تنقسم إلى قسمين قبل الزواج وبعده قبل الزواج تنحصر في عدم الاقتناع بالطرف الآخر كشريك وأم أو أم للأولاد وبعد الزواج بخد المشاعر والبرود العاطفي الإهمال الغرور سوء الأخلاق الأنانية تهميش الطرف الآخر والروتين ولهذه الأسباب نتائج مترتبة من أهمها إن عزال الأسرة كلها عن بعضها وانتفاء القدوة الحسنة للأبناء وتشويه صورة الأبوين وعدم الشعور بالاستقرار والأمان الأسري وتخلي الأبوين عن مسؤولياته ما تجاه الأبناء وتكرار الإساءة إليهم من الأبوين لحالة الأبوين النفسية نتيجة لسوء العلاقة العاطفية بينهما ولكي يتحقق التوافق الزواجي يتوجب على كل زوج أن يعمل على تحقيق حاجات وإشباع رغبات الطرف الآخر وإشعاره بهذه البشاعر الإيجابية وأنه سيبذل ما في وسعه كي تستمر الأسرة والساعة الزوجية هنا ليست عملية عشوية إنما ثمرت سلوك قصدي هدفه إسعاد الطرف الآخر إن كنا نعاني العذاب والهموم تثقل كاهلنا والألم يكاد لا يفارقنا ينبغي أن يكون زواجنا ميمونا يمسح عنا نصب أيامنا فالزواج رحى ما بعدها رحى والزوج هو سكن وطن لا نجد الأنسى والدفء إلا بقربه بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير نترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة